يصعد صباحكم جميعاً وأهلاً وسهلاً فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر أثير راديو راتانا وأكيد عبر شاشة عمان تي في انهار جديد وبداية أسبوع جديد إن شاء الله تحمل معاها أخبار أكثر إيجابية وأسبوع يكون لطيف ومريح علينا جميعاً عادةً بيوم 24 ديسمبر بتكون الطاقة إيجابية بتكون أجواء العيد طاغية علينا جميعاً وعادةً منقول إن شاء الله يا رب ينعاد هالعيد علينا جميعاً بكل المحبة والسلام والأمان ولكن هذا العيد ثقيل جداً ولأنه بالمناسبات يمكن الواحد بيبدأ يذكر ربنا أكتر ويتذكر نعمه ويشكر ربنا على كل النعم اللي عايش فيها واللي عايشين فيها ولكن اليوم في ظل ما يحدث في فلسطين القلوب ثقيلة والعيد ثقيل وصلواتنا ودعواتنا متوجهة لأهالينا في غزة وفي مختلف المناطق في الضفة الغربية وأنا اليوم حبيت أستذكر جزء من المقال اللي كتبته جلالة الملكيرانيا العبدالله بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد في صحيفة واشنطن بوست رح أقرأ لكم جزء منه لأنه فعلاً هالمقال بلخص مشاعرنا كأردنيين وكفلسطينيين اتجاه عيد الميلاد لعام الـ 2023 المقال بعنوان في أرض ميلاد المسيح ألغيت احتفالات العيد المجيد عادةً تنبض بيت لحم بالحياة في عيد الميلاد لكن ليس هذا العام ففي الأراضي المقدسة ألغيت الاحتفالات فلا مواكب ولا أسواق ولا إضاءة لأشجار عيد الميلاد في الساحات العامة وفي بلد الأردن حيث تعمد السيد المسيح عليه السلام اختار مجتمعنا المسيحي أن يفعل الشيء ذاته في الضفة الغربية المحتلة إحدى كنائس بيت لحم عدلت مشهد المغارة فوضعت تمثالاً للطفل يسوع بين أنقاض مبنى تعرض للقصف وذلك إنعكاساً للقصة التي نراها على الشاشات في كل مكان والصور المروعة للدمار في غزة وبالأخص الأطفال الملطخين بالدماء والمحطمين هناك أشاهد مقطعاً لأب من غزة يلامس وجه ابنته ويطلب من شخص أن يتأمل جمالها فقد تحسبها نائمة لو لا كفنها الأبيض أنتقل من مقطع إلى مقطع وأرى مشهداً لفتى يكافح وسط الأمطار في طرقات غمرتها المياه وهو يحمل جثة طفل أصغر منه رافضاً أن يتركه خلفه وأرى أيضاً أم تحتضن جثة ابنتها وتقول لها حطي قلبك على قلب يم تبكي عندما يحاول آخرون أخذها فهي غير مستعدة لتركها بعد علينا أن نرى في وجوه هؤلاء الأطفال ووجوه أطفالنا وأمهاتنا كل مقطع من تلك المقاطع هو بمثابة نداء يائس للعالم للاعتراف بإنسانيتهم وآلامهم بما أن على مشارف انتهاء العام دائماً في أشخاص بيستخفوا بالإنجازات اللي يمكن غير مرئية اللي عملوها خلال العام مرات إحنا دائماً إذا منتطلع ومنراجع حالاً منقول أنا شو عملت هاي السنة ما عملت لا شيء يذكر ما عملت إنجازات عظيمة ما حققت كتير من أمنياتي وأحلامي ولكن في أمور أنت ممكن تكون عملتها تدل كل الدلال والدلالات على قوتك وعلى عزيمتك وعلى إيرادتك مرات يمكن إحنا بتكون في عنا أماني وأحلام كتير كبيرة مظبوط يمكن الواحد ما بدر يوصلها بسنة أو بسنتين أو بثلاتة ولكن في أشياء إنت عملتها خلتك تكون شخص أفضل خلتك تكون على الجانب المنصف من التاريخ وخلتك أيضاً تكون شخص قوي فحتى لو إنت ما عرفت أو ما شفت اليوم هيك قرأت خاطرة صبح كتير كتير حبيتها بتقول إنه إذا قدرت إنك تشافي جروحك وما تنشر ألمك بين الناس وبين أصدقائك وبين عائلتك معناته أنت شخص قوي إذا إنت قدرت هاي السنة إنك تسمح لشخص إنه يخسرك بدل ما تتوسله للبقاء إنت أيضاً شخص قوي جداً إذا إنت خطرت إنك تكون طيب في هذا العالم المتوحش فإنت شخص قوي جداً وهذا إنجاز كتير مهم أيضاً إذا إنت قدرت إنك تبتعد كل البعد عن الدراما عن المشاكل تبعد عنها بنزاهة تبعد عنها بشرف بدل ما تعلق في هاي الدوامة دوامة الأحزان ودوامة المشاكل إنت شخص قوي جداً إذا قدرت إنك تشوف النور اللي بداخلك في عالم مليء بالظلام إنت شخص قوي إذا قدرت كمان إنك توقف خلف مبادئك وأخلاقك وكل التعليم والعادات اللي أنت متعود عليها في عالم للأسف صرنا نلاحظ قدي هذا العالم ممكن يكون مجرد من الإنسانية بلا ضمير بعيد كل البعد عن الأخلاق وعن العدل وعن المبادئ اللي كلنا تربينا عليها ومنسعى إننا نطبقها بحياتنا فأنت شخص قوي جداً وأخيراً إذا أنت قررت ورفضت إنك تكون أسير للماضي وحاولت إنك تبني حاضر أكثر إشراقاً أنت شخص قوي للغاية صحة 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 مارلتنا اشتركوا في القناة